أصدرت جهة المنظمة للقضاء الإلكتروني في الصين تعميماً يحدد المبادئ التوجهية الجديدة للمحتوى الذي ينتجه المشاهير والمحتوى المتعلق بهم عبر الانترنت وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية. تنفيذ القواعد الجديدة الصادرة عن مكتب لجنة شؤون القضاء الإلكتروني المركزية يجب تمييز المحتوى الذي يتضمن مشاهير كمغنيين وممثلين وعارضي أزياء وحتى المؤثرين ويؤيد منتجات أو خدمات أو علامات تجارية أو أحداث هادفة للربح بوضوح كإعلانات عند ظهورهم على أي منصة عبر الانترنت والتصريح بأنه إعلان. والمشاهير الذين يخالفون القانون سيخضعون لمقاطعة على مستوى الانترنت على الرغم من عدم وجود تفاصيل بشأن كيفية تطبيق ذلك أو من جانب من. وفي الوقت التي تستغل فيه العلامات التجارية العالمية أكثر من أي وقت مضى، قوة المشاهير الصينيين للوصول إلى المستهلكين الشباب في أكبر سوق للأزياء والرفاهية في العالم يخضع هؤلاء المشاهير لتدقيق مكثف من السلطات المعنية بشأن تأثيرهم. ومن غير المرجح أن ينحسر هذا الضغط في أي وقت قريب مما يعني استمرار العمل الإعلاني للعلامات التجارية.